موسيقى نايل سينما بتغطي في مهرجان كان نحط الصور بتاعتها ونتكلم عليها نايل دراما عاملة حفلة راس السنة حفلة قوية جدا نروح حطينها قناة القاهرة عاملة برنامج حلو نحطوه إزاعات الصعيد كل ما يتتخيالي مش عايز أنسى حد مجالة إزاعات التلفزيون مواقع الإلكترونية كل ده أي حد يمعمل شيء ناجح اتفقنا كل إن إحنا نتجرد من قنواتنا نتجرد من نفسنا وفقط نهب نفسنا في الهزين المبادرة إن إحنا نعمل كده ومش نفسنا بس إحنا خمسة مؤسسين معنا في التنظيم عشرين ولد وبنت شباب من خارج إعلام زي الفل زي الورد يعني من غيره ما كناش عملنا حاجة زائد الديزاينرز اللي هم عملوا صورة الناس كلها على الفيسبوك معاها أنا ما سبيرو عشان نعمل فخر وانتماء للكيان ده هدفنا الأساسي واللي النهاردة بدايته على فكرة مش نهايته إن شاء الله يبقى في فعاليات مستمرة عايزين الناس تتفرج علينا في رمضان إنتو عندوكم في نايل دراما في مسلسلات حلوة جداً هتتزاع في رمضان عايزين الناس تفتح نايل دراما في رمضان يتابعوا المنتجات اللي احنا بنقدمها سواء منتجات دينية أو توشيح أغاني كل الحاجات اللي احنا بنقدمها في رمضان دي ليه الناس ما تتفرجش عليها عندنا احنا احنا ما بنقولش للقطاع الخاص احنا ضده ولا مدائين منه بالعكس ده هما بيكملوا الدور بتاعنا شغلنا هو اللي هيرد على كل الناس شغلنا شغلنا احنا لما نكون احنا موجودين في مهرجان كان لما نكون موجودين في أولمبياد ريو دي جانيرو نايل سبورت موجودة هناك اجزعت الشباب ورياضة موجودة في حدث زي ده نايل تيفي بتخطب العالم كله شغلنا هو اللي هيرد احنا على فكرة الحركة مش رد او المبادرة انا بسميها مبادرة مش عايز نسميها حاجة تانية غير كده لانها مبادرة عشان احنا بدأناها لكن احنا مش هتنتهي عندنا ولا تنتهي بينا احنا عايزينا تكبر عشان كل الناس تفخر بكيانا انا ما سبيرو وانا بشغلي اقول لكل الناس ان انا بعمل شغل جيد اه احنا عندنا ضعف شوية في الامكانيات نتيجة يعني ميراث طويل من المشاكل ما نقدرش نحمله مسؤول واحد لكن في ميراث كبير من المشاكل بيحصلت ولكن احنا بدأت مجرد تحدينا للحاجات دي بنطلع شغل وغاية دلوقتي وحضريك وقفة بالكاميرا دلوقتي بتصوري وبتواجه كل ده وبتطلعي شغل ومنتج لا كلام ده كلام يحترم وكلام لازم نقف جنبه بقوة انه الحفلة دي كلها ما تكلم فيتش الفين جنيه على بعض اه انا بقول ده 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 رقم لان كل اللي عملوا فيها حاجات كلها كانوا متطوعين بجهدهم ووقتهم وعشان خطر يفرحوا الناس الديزاين على الصفحة لو بتفتح صفحة انا ما سبيرو انت مين تلاقي كل واحد ببعطينا صورته فخور حد من قناة خاصة بعت لنا قلت له على فكرة ما سبيرو مش بتاعنا احنا الوحدان ده بتاعك انت كمان هي الاهرامات بتاعت وزارة السياحة او وزارة الاسر لا بتاعتنا كلنا اذا ما سبيرو بتاعنا كلنا عيد الاعلامين الاثنين وتمانين اللي احنا بنحتفل به ده بتاع مصر كلها ده ابو الاعلام وكل من طالع من بعديه كلهم يعني بيكملوا الدور احنا مش عايزين نبقى ضد حد او حد ضدنا لا بالعكس احنا عايزين نبقى كويسين ولما القطاع الخاص يشتغل كويس ده ساقفله